السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة يا جماعة رجعنا في فيديو جديد وهو كيف يتم عزل الأسطح بس قبل جدا يا جماعة ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايقات ولو في تحليات عشان نقدم كل ما هو جديد نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم النقطة الأولى عزل الأسطح العزل هو عملية يتم فيها استخدام مواد خاصة بهدف حماية المباني والأسطح أو التخفيف من أثار العوامل الخارجية أو الدخلية التي قد تؤثر على راحة الساكنين لعزين مباني والعزل ثلاثة أنواع رئيسية وهي أنواع العزل الأسطح واحد العزل المائي يقصد به استخدام مواد معينة تعمل كحاجز يعمل على منع تسريب المياه والرطوبة من وإلى أجزاء بناء ويستخدم هذا النوع من العزل على أجزاء المبنى التي تحتوي على ما يعرف بالمسطحات الداخلية مثل الحمامات المراحيد والمسطحات الخارجية مثل الأسطح والشرفات برك السباحة النقطة الثانية العزل الحراري يتم في هذا النوع استخدام مواد عزلة للحرارة تمنع تسربها من داخل المبنى إلى خارجه في الشتاء وتمنع تسربها من خارج المبنى إلى داخل في الصيف وذلك بهدف الحفاظ على درجة حرارة معتدل لداخل المبنى النقطة الثالثة العزل الصوتي يهدف هذا النوع إلى منع تسرب الصوت من داخل المبنى إلى خارجه ومن خارجه إلى داخله النقطة الثالثة طريقة عزل الأسطح عند عزل الأسطح يتم تطبيق أنواع العزل السلاسة السابقة باستخدام واحد العزل الحراري للسطح وينقسم إلى رقم واحد باستخدام الحبيبات السائلة اللوزفيل توضع هذه الحبيبات في الفراغات الموجودة في السقف وأيضا في الزوايا والأماكن الفارغة ويتم ذلك عن طريق استخدام أداة خاصة تقوم بتقتل هواء اتنين بطنية اللبات هذه الألواح تثبت على الأسقف والمصامير وتوضع خاصة في الفراغات الموجودة في السقف النقطة الثالثة استخدام الصوف الصخري حيث تعد هذه الطريقة من أفضل طرق العزل الحراري للسقف النقطة الثانية أن عزل الماء للسقف وينقسم منها مواد مرنة عزلة للماء والرطوبة مثل واحد الألواح المعدنية يفضل استخدامها لدى الكثيرين وذلك لأنها تعمل كحاجز للرطوبة والماء ومن الأمثلة عليها ألواح الرصاص لكن عبها أنها تصدق عند ملامستها للأسمنت أو الجير لذلك يجب أن تطلب من الجهتين بمادة البيتومين وهناك أيضا ألواح النحاس ويتميز بأنه عازل قوي لكنه صرعا ما يصدق على خلاف ألواح الألمونيوم التي لا تصدق بسهولة ومن السهل جدا معالكتها وتشغيلها النقطة الثانية الورقة المشبهة بمادة البوتومين بسبق 10 سنتي النقطة الثالثة سائل عازل للمياه يرش على السطح أو دهن بالفرشاه وبعد أن يجب تحول شكله إلى ماه يشبه بمادة المطاط النقطة رابعة مواد تضاف إلى الخرصانة حيث يتم إضافة مواد عازلة للمياه والرطوبة إلى خرصانة البناء وهذه الطريقة تتم بإضافة هذه المواد في الفراغات الموجودة في الخرصانة ومن أكثر المواد المستخدمة في هذه العملية بضرة الحديد والجري المائي ومادة السيكة والدهن الحامدي النقطة الرابعة والأخيرة العزلة الصوتي للسقف الأصوات التي تأتي من السقف في الأغلب يكون سببها الأدوات التي نخزنها على السقف والعزلة صوتها نستخدم مخمدات اهتزاز توضع تحت هذه الأدوات وبكده يا جماعة يكون الفيديو انتهى معنا النهاردة يريد تكون استفدتم معنا بتنسيش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايقات ولو في تعليقات عشان نقدم كل ما هو جديد نشوفكم في الفيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته